تحديث جديد لجهاز من شاومي وهو جهاز عزيز علينا وجهاز الشعبي وجهاز المحبوب وهو جهاز ريدمي 9 النسخة العالمية تلقى تحديث الآن وهو تحديث 12.5.6 على الاندرويد 11 تحضيرا للاندرويد 12 مع واجد 13 كونوا معنا لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس على الشهن يصلك كل جديد يا حبيب وخلينا نيجي إلى تفاصيل هذا التحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهابتي فيك في حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين واليوم بدنا نشوف مع بعض التحديث الجديد لو وصل لجهاز الريدمي 9 عن نسخة العالمية زي ما أنتم شايفين على قناة تليجرام هاي هذا التحديث recover room نوع التحديث وصل كامل ولكن اللي كان على تحديث 12.5.5 بيقدر يجيله التحديث هوائي ولكن لازم يكون من المسجلين شو يعني المسجلين؟ يعني إن يصل التحديث إليك مبكرا وتكون أنت على أول الناس اللي بصرهم التحديث حتى تشوف التحديث إذا كان فيه أخطاء بيبين عندك من أولا وهذا الفيديو اللي هو أول واحد أحصل على التحديث هو عبارة عن فيديو لتسجيل إذا حابب تتسجل وتصبح من الناس اللي بيجيهم التحديثات مبكرة هاي معنا جهاز الريدمي 9 تحديث 12.5.6 هاي ننزلت للتحديث التحديث فيش في مشكلة ما فيش مشكلة نزل بشكل هوائي نزل للمسجلين زي ما حكيت لكم وإحنا من المسجلين وإصدار 12.5.6 والأندرويد اللي عليه وهو الأندرويد هو هو لسه الأندرويد 11 هيجيله طبعا هذا الجهاز هيجيله أندرويد 12 وهيجيله كمان اللي هو واجد 13 ولكن وقت الشهر الجاي الآن هيصل للنسخة الصينية وبعد النسخة الصينية هيصل للنسخ العالمي إصدار آآ الأندرويد تحديث الأمان لواحد ستة الفين واثنين وعشرين والتحديث هنا أن أربعة جيجا أنا جهازي على أربعة وستين وهنا عندنا الأربعة جيجا تم إضافة لها واحد جيجا اللي هو توسيع الزاكرة يعني لاحظ هنا التخزين أصبح في عندك نظام ونظام في عندك شغلتين أو نظامين أصبح في عندك نظام اللي هو زي ما انتم شايفين أربعة فاصل خمسة وسبعين والثلاثة فاصل واحد وأربعين لو دخلت مسلا على النظام هنا هتلاقي أنه في سجلات النظام بتقدر تدخل هنا على المنظف من نفس مكان مكان التخزين بخصوص عندنا الصوت والاهتزال فينا سألون على المساعد الصوتي مساعد الصوتي هذا ما بيكون إلا لما يكون عندك تحديث اللي هو 12.5 المحسن هذا أجت مع التحديث الجديد فأي واحد مش موجود عنده مساعد الصوت لازم يكون عنده تحديث 12.5 أقل إشي وبخصوص المساعد اللي هو الصوتي اللي هو جوجل بتقدر تلغي في ناس سألون عنه بالنسبة للمساعد الصوتي في عين اختصار الأزرار وانزل تحت فيه إنه هنأضغط مع الاستمرار لزر الطاقة لمدة خملة ثانية لتشغيل مساعدة جوجل فمن هنا هيك بتعمل عملية شوف وضع الشحن لما انجاله التحديث تغير ولا لأ وهي هو الشحن بيعطينا اللي هو لعند الشحن السريع لكن تيربو ما بيعطينا تيربو وتوسيع الداكرة تم إضافة توسيع داكرة 1 جيجل 64 و 2 جيجل 128 بالنسبة للجيم تيربو الجيم تيربو بيشتغل على اللي هو لعند 60 لما تعمل تحسين في الجيم تيربو بالنسبة للاعبة البوبجي وإعدادات اللعبة البوبجي كما هي لن تتغير والجيم تيربو زي ما انت شايف لن يتغير ولكن في عند ميزة هذه الميزة اللي هو رفع وخفض الإضاءة بتقدر تتحكم فيها من الجيم تيربو وهذه تم إضافتها مع آخر تحديث للجيم تيربو 6.2.3 بالنسبة للجيرسكوب الجيرسكوب شغاله تمام التمام ولكن انا اللي شايفه ان الريتم تيربو مش قوي يعني زي مثلا تعطيك يعطيك اداء زي جهاز مثلا عالي لا ويعطيك جهاز يعني كأنه جهاز في وضعه يعني الجهاز اللي هو بين الاقتصاد والمتوسط يعني الجيرسكوب فيش اي مشكل انا عندي فيه والجهاز موضوع السخونة انا شايف انه سخونته تعتبر سخونة يعني متوسطة وليس سخونة كبيرة انا الان هاجرب هذا التحديث كله واشوف كيف وضعه هل فيه يعني سلبيات او عيوب حتى الان فيش فيه عيوب ونزل التحديث وتمام التمام وبيلعب بابج وبيعمل كل الامور هذي لو رحنا على تطبيق الحماية هاللاحظ انه فيه عندنا في تطبيق الحماية المنظف موجود والبطارية والاداء موجودة وإدارة التطبيقات موجود وتنظيف عميق موجود وتزيادة السرعة موجود وفحص الحماية موجود وطلع معي هنا هذا كله موجود وين في الريدمي 9 تمام وعننا صندوق ادوات الفيديو موجود والخصوصية واخفاء التطبيقات والواجهة التانية واختبار الشبكة ومسرع الالعاب الشكل الجديد واستخدام البيانات كل هذا موجود اي واحد عنده ما فيش عنده مسرع الالعاب الشكل الجديد وما فيش عنده الامور هذي كلها حطولك في صندوق الوصف الرابط اللي هو الجيم تربو الجديد وحط لك كمان مش كمان الجيم تيربو بيجيش الشكل الجديد. وحط لك اللي هو شكل الجيم تيربو وتطبيق الحماية ايضا. هذا الشكل اللي هيكون عندك بالنسبة للجيم تيربو. هاد اخر تحديث للنسخ العالمي. وبيشتغل وتمام تمام وضعه. وفيش فيه اي عيوب. ومن المنطقة هاده بتقدر تضيف اللي بدك اياها. الزائدة هادة بتدخل عليه وبتضيف اللي بدك ايا من الالعاب. وعندك اللي هو الترس اللي هانا. هادة الترس انت الان مسرع الالعاب لو لو طفيت. هاد هيكة. ما بيطلع معك مسرع الالعاب. عالفاضي يعني. بتقول ما لمسرع الالعاب بيطلعش. لازم تكون نفعلها. واختصارات اثناء اللعب. وعندنا تحكم في البيانات هادة ممكن انت كمان اللي هانا. ازا بدك اللي هو يمكنك تخزين الالعاب يعني بتصير الالعاب وين في مسرع الالعاب. ومش موجودة في الشاشة الرئيسي زي ما انت بدك. وفي عندنا هنا وضع الاداء. وهي وضع الاداء. بتكون نفعل اول تنتين هنا. بنرجع التاني لوضع الاداء. وعندنا هنا استثناءات الذاكرة. بتستثني اللعب اللي انت بدك تلعبها. بدك تلعب ببجي. بتعمل استثناءة مسلا لببجي. وعندنا هنا عدم الازعاج. وتجربة معززة بتكون مفاعل الاربع خطوات هدول. او الاربع ايقونات هدول. ايقونة ايقاف تشغيل السطوع التلقائي. وايقاف تشغيل وضع القراءة وتقييد ايماءة لقطة الشاشة ولا تفتح مركز الاشعارات. ليش? علشان انت في اللعب لما تيجي تلعب. ايش بيصير معك? بيصير معك مركز الاشعارات ممكن ينزل معك. ويعمل لك اعاقة للالعاب. وممكن الاعداء يطخوك وتروح في داعية. وهذا الزر بيعمل له وعالية الرجوع. ولكن مرتين لازم تعمل عشان تخرج من المكان. اذا هذا التحديث الجديد للريدمة تسعة. وننتظر ام ايو اي تلات عشر. للريدمة ايضا تسعة مع اندرويد اتناعش. هيوخد ان شاء الله. وهذا كان يعني النظر الاولى لهذا التحديث. وكونوا معنا دائما لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراف في القناة وتفعل الجرس يا حبيب. علشان يصلى كل جديد ونلتقل ان شاء الله فيديو جديد. والس اشتركوا في القناة